بسم الله الرحمن الرحيم سباعة الخير عليكم أو مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو زيكم عاملين إيه دولة جديدة حلوة جدا في مكان جميل جدا من أقدم شوارع مصر إحنا هنا في الغرية الشوارع الجميلة اللي فيها العبق المصري اللي بتخشيها تحسي فعلا بقيمة وبعظمة مصر وبتاريخها الجميل مبنيها الأديمة الجميلة محلتها ونسها ومبنيها الحلوة هتشوفوا حاجات حلوة جدا جدا في الشارع ده بجد الشارع ده اللي يخشه أكيد بيشعر بشعور كده غريب إحساس غريب مصر القديمة العريقة طبعا انتوا عارفين إن الغرية يعني لو عايز تجهزي عروسة انزلي الغرية كل حاجة كل ما تتخيالي لجهاز العروسة موجود من الإبرة للساروخ زي ما بيقولوا تلاقي مفروشات هدوم لانجريهات كل ما تتخيلوه موجود بطاطين طبعا والحفا فايبر بصوا كان فيه عندنا الفوط دي الفوط دي كانت بتسعين جنيه تقريبا نص بشكير مش فوط صغيرة هنعمل بقى جولة حلوة كده هندخل محل عبيات حلوة جدا الناس بقى اللي بتحب العبيات الخليجي والتركي والمصري والحاجات اللذيذة دي هتشوفوا هناك عبيات فعلا الشارع ده بيتميز بعبيات رهيبة حلوة جدا 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 هنعمل جولات حلوة في يعني أنا عملت جولة حلوة جدا في الغرية عايزاكوا تكملوا الفيديو للآخر وتقولوا لي ايه رأيكم ولو حبين اعمل جولات تاني فيها ياريت تكتبوا لي في الكومنتات لان فعلا انا بحب المكان ده جدا 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 وبحس انه هو ليه طابع خاص كده وليه وضع خاص طبعا هناك فيه محلات الفضة فيه فيه المفروشات فيه العبيات زي ما انتوا شايفين هندخل بقى يعني اول تجربة لنا هناك هيبقى في محل عبيات هتشوفوا فيه حاجات حلوة قوي 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 اسعار كمان معقولة بتبدأ تقريبا من مئة وستين جنيه هنشوف حاجات جميلة ان شاء الله هتعجبكم بس تكملوا معي الفيديو للآخر طول ما انتوا ماشيين بقى هتلاقوا حاجات حلوة قوي قوي يعني اي عروس عايزة تجاهز نفسها تنزل الغرية بصوا بقى الجام بصوت الشتوي الجميل ده اللي طالع ترند حلوة قوي طبعا عندكم لانجريهات كمان كتير المفروشات كمان كتير مفارش وفوط وحفا وبطاطين بصوا هنا الفوط الاربعة اللي هما في العلبة دول اربعة بربعمية وخمسين جنيه دي الفوط الكبيرة بصوا شكلها حلو جدا طبعا انتوا عارفين كل حاجة غالية وما فيش حاجة رخيصة بس يعتبر هناك من الاماكن اللي اسعارها هادية هادية كتير كمان عن برة بصوا كمان لانجريهات هتلاقوه هناك محلات كتير للانجريهات كل ما تتخيلوا بقا هتلاقوه في الشارع هنا قدامكم حتى كمان وماشي الخيامية هتلاقوه برضو موجود لان من هنطلع من الغرية على الشارع الخيامية كمان عشان تشوفوا حاجة رمضان بس النهاردة هنكتفي كده بالغرية بس عشان تشوفوا الحاجات الجميلة اللي موجودة وبعد كده هنزللكو فيديو الخيامية وكمان نزلتلكو انبارح فيديو يميش رمضان يارب يكون عجبكو وقابلي نزلتلكو كمان فيديو بلح الساحل البلح اللي موجود في الساحل البلح ده سعره حل وقوي ما تفوتوش يا جماعة الناس اللي بتحب تجيب بلح كتير ما تفوتيش الفيديو ده هتلاقي أسعار حلوة قوي قوي مش هتلاقي في أي مكان تاني من أرخص الأسعار ومن أحلى أنواع البلح هتلاقوها في الساحل حلوة جدا الساحل في رود الفرج حاجات حلوة قوي قوي أسعار كمان حلوة جدا يعني أنا قرنتها كمان بالأسعار اللي موجودة في السوق اللي في الساحل أرخص بكتير وممكن تاخذي عندهم من أول كيلو يعني مش شرط خالص تاخذي كميات كبيرة ممكن تاخذي كيلو ممكن تاخذي اتنين ممكن تاخذي عشرة ممكن تاخذي شوال كامل ما فيش أي مشكلة خالص عندهم بيبقى عادي يعني ما تفتكرش أن أنت راحة لازم تشتري جملة بالنسبة بقى للزيت والسكر والحاجات دي فطبعا أنت بتاخذي بالكرتونة وطبعا ما فيش بيت بيستغنى عن الحاجات دي بكميات كبيرة فمش هتخصر معاك خالص لو أخدت كرتونة زيت خصوصا أنت هتوفري فيها كويس أو سكر أو رز أو أي نوع من أنواع البقليات أو مكارونات هنا بقى إحنا دخلنا عند محمود عنده محل حلو جدا زي ما شفتوا كده العبيات عنده بتبدأ من أول مية وستين جنيه هنا كان فيه برضو العبيات دي عليها عروض عاملينها بمئتين وخمسين جنيه عبيات حلوة جدا دي الملحفة بصوا هتلاقوا عنده كم عبيات يا جماعة والله أنا كنت بتفرج عليهم ومبهورة بيهم وبجمالهم وبشيكتهم وبأسعارهم كمان لأن انتوا عارفين الحاجات دي لو هتجيبوها من محلات وسط البلد هتبقى أسعارها معدية لألف جنيه هنا عند محمود أو عند حسن الأصمر يعني المحل صاحب المحل اسمه حسن الأصمر عنده الأسعار عنده من أول مية وستين جنيه لحد تمنه مية جنيه تمام يعني هتلاقوا بمية وستين هتلاقوا بميتين وخمسين هتلاقوا بثلتمائة وخمسين وربعمائة وخمسين وهكذا وإحنا طلعين أعلى حاجة عنده تمنمية جنيه بصوا بقى جمال اللعبايات هيوريكوا العباية بألوانها يعني إحنا بيبقى فيه عندنا ديزاين معين وليه ألوانه وطبعا مقاساته يعني مش مش هتلاقوا مثلا اللون ده مفيش منه المقاس بتاعك لا كل حاجة موجودة من كل الألوان كل المقاسات ومن كل الموديلات اللي هتشوفوها هتلاقوا ألوان أي لون انتوا عايزينه هتلاقوا إن شاء الله وكمان المقاس بصوا الجمال حاجات حلوة جدا واللي كان بسطني قوي إن فيه كمان عبايات مقاساتها صغيرة إحنا دايما اللي بنشوف العبايات مقاساتها كبيرة شوية لقى هنا كمان فيه مقاسات صغيرة وحلوة قوي 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 بصوا بقى المجموعة اللي فوق المحل ده جماعة بجد اكتشاف المجموعة دي بربعمائة وخمسين المحل ده فعلا فعلا اكتشاف آآ عباياته حلوة قوي عنده العبايات الاستقبال عنده كمان عبايات العمرة هوريها لكم عنده كمان آآ عبايات الخروج بصوا الشاشة دي بيعرض فيها آآ مجموعة العبايات بتاعته حطوا حلوة جدا 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 انا طبعا سيبالكوا رقم التليفون عشان لو حابين تتواصلوا معاهم آآ في حاجة عجبتكم ومحتاجينها شحن ممكن يشحنها لكم زي ما انتوا شايفين كده حطوا حلوة جدا بصوا الجمال برضو العبايات الالوان حلوة قوي وعنده تشكيلة الوان رائعة هنشوف كل ده مع بعض هوا بصراحة آآ محمود بيعرض لنا كل الجمال اللي عنده طبعا عايزة عبايا خليجي عايزة عبايا تركي عبايا مصري كل الاشكال اللي انت حباها واللي انت بيت تمنيها هتلاقيها سوريهات خروج بيتي استقبال كل حاجة موجودة عندهم بصوا بقى دي عباية آآ العمرة بصوا جميلة 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 والجميل فيها ان هي منها الوان وكلها الوان تنفع ان انت تلبسيها في العمرة بصوا جميلة جدا 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 بصراحة عجبتني من العبايات اللي كانت عجباني قوي بربعمية وخمسين جنيه العباية وزي ما انتو شايفين في منها الوان طبعا هي مقاس واحد بس الالوان طبعا حلوة قوي بصوا دي كمان الكتان حلوة جدا جدا وبرضو في منها مقاسات والوان زي ما انتو شايفين كل القطعة هيوريهن هيورينا منها الوانها والوانها حلوة قوي العباية دي بربعمية وتمين جنيه ده آآ ستايل تاني دي الوانه دي كمان بصوا حلو قد ايه جميلة جميلة جدا بجد برضو في منها الوان هنشوفها نهو بصوا الوانها جميلة طبعا القماش بتاعهم جميل في ستنات حلوة قوي 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 يعني مفيش فيها كلمة وزي ما قلتلكو يعني طبعا هو في محلات عبايات هناك هتلاقوا كذا محل بس ده من العبايات من المحلات اللي هتلاقوا فيها حاجات مميزة جدا مش هتلاقوا في اي محل تاني دي الميزة اللي عندهم بصوا كمان دي حلوة قوي قوي والوانها جميلة ينفع درس تلبسيه كدرس هيبقى طحفة شيء جدا وجميل وطبعا في الصيف عملي قوي وخفيف وتلبسيه بسرعة وتنزلي هيبقى لذيذ جدا دي برضو العبايات اللي بكبسين دي بقى اللي كانت بصراحة عجباني قوي 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 سبعتها وتمنياتها والحاجات اللي فيها دي طحفة شكلها شيء جدا وبسيطة وهدية وانا بحب دايما العبايات السودة اللي بيبقى فيها ستراس من نفس اللون يعني تبقى برضو الستراس بتاعها اسود بيبقى حلو قوي دي كمان حلوة جدا جدا اللي فاتت دي تنفع طبعا صوري تبقى حلوة قوي وهدية دي كمان جميلة لا بصراحة عندهم شوية شغل مش عايز اقول لكم كمان على الطبيعة احلى بكتير من التصوير يمكن الاضاءة عاملة خلفية كده مش حلوة للعبايات بس طبعا جمالها ظاهر اكيد وواضح بصوا العبايات اللي عليها ستراس دي كلها بخمسمائة وخمسين جنيه طبعا اللي بيبقى اللون الاستراس بتاعها نفس اللون العباية بيبقى احلى بكتير بالنسبالي يعني انا بشوف ان الاستراس يبقى اسود زي العباية بيبقى احلى بكتير وبيديها شيكة اجمل طبعا كل واحد وليه زوقه وليه رأيه دي بقى كانت حلوة قوي قوي بصوا جنيلة ازاي طحفة والوانها بقى مش عايز اقول لكم دي عباية استقبال ملهاش حل حلوة قوي 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 والوانها كمان بصراحة كانت عجباني يعني قلت له طلع لي كل الالوان اشوفها لان كل اللون احلى من اللي قابله بصوا جميل عاملين تشكيلة الوان جميلة دي كمان حاجة تانية برضو دي حلوة قوي آآ عباية مغربي حلوة جدا دي بستمائة وخمسين بصوا الالوان بقى بتاعتها هو بصوا بيطلعهم الاكياس كمان العبايات حلوة قوي قوي بصراحة دي بقى حاجة كده من مصنع المغازي آآ هو قال لي ده مصنع مميز جدا وشغله معروف قوي طبعا انا سايفلكوا ارقام التليفونات عشان لو حابين تتواصلوا معاهم تعرفوا المكان بالزبط هما موجودين في الغرية آآ تتصلوا بيهم عشان تقدروا توصلوا لهم بكل سهولة كمان العباية دي حلوة جدا 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 دي كمان بصوا جميلة ازاي تحفة تحفة في حاجات بقى يا جماعة بتبقى دي بيبقى ليها حزام داخلي ممكن بتصغري وبتكبري فيها زي ما انت عايزة بتربطيها من جوة بتاخد شكل الجسم بتاعك بتبقى حلوة جدا بتبقى مظبوطة عليك بصوا الجمال بجد والله حاجات حلوة قوي او هتعجبكم ان شاء الله هيروح يزور المحل ده آآ هيشوف حاجات حلوة جدا طبعا متابعين القناة ليهم آآ تخفيض واليهم سعر خاص فما تنسوش تعرفون من انتم المتابعين القناة عشان تستفيدوا بالخصم اللي هيتعمل لكم آآ دي مهمة جدا ولازم تعرفون من انتم المتابعين القناة عشان الخصم اللي انتم هتاخدوه وطبعا هسيب لكم ارقام التليفونات عشان آآ اذا كان في حاجة عجباكم ومحتاجينها شحن هم يقدروا يوصلوها لكم بصوا الجمال الوان بقى كل عباية بيطلعها بيطلع الوانها بصراحة بتبهرنا الالوان المختلفة دي جميلة جدا كل الحاجات دي تنفع كدرسات هتبقى هيلة دي ملحفة وبرضو في ناس بتبقى عايزة الملحفة دي وبتسأل عليها موجودة عندهم كتير انواع كتير من الملحفة دي فتلاقوا حاجات حلوة هتلاقوا حاجات جميلة جدا هتعجبكم بتنسوش تعرفون من انتم المتابعين القناة عشان تستفيدوا بالخصم اللي هيتعمل لكم لان انتم هتاخدوا تقريبا بسعر الجملة آآ مش هتاخدوا بسعر القطاعي كمان الشتوي آآ مش نسينه خمسمائة وخمسين جنيه واكيد انتم عارفين الاسعار برا شكلها ايه ومش هتلاقوا الخمات الجميلة دي والاسعار دي غير في الغرية عشان تبقوا عارفين الموديلات الجميلة دي والاسعار الحلوة وكمان القماشي التحفة اللي احنا شايفينه مش هتلاقوه غير في الاماكن اللي زي دي وهتلاقوا اسعار كمان حلوة قوي صدقوني انا بنزل اشوف حاجات بيبقى شغلها آآ يمكن آآ اكتر من كده يعني تحسوا ان هو كده شغل كتير قوي في دوشة آآ واسعارها عالية قوي يعني انا شايفة هنا في ميزة حلوة جدا ان الشغل هادي والاسعار كمان حلوة قوي خلصنا كده جولتنا في محل العبيات هنخرج بقى هديكم برضو فكرة عن الغرية وشارع الغرية وايه اللي موجود فيها عشان تبقوا عارفين برضو وتقولولي عايزين الجولات عن ايه بالزبط وعايزين تعرفوا اسعار ايه وعايزين تعرفوا آآ محلات ايه بالزبط اللي ادخلها وعملكوا فيها جولات آآ ان شاء الله الفترة اللي جاية في الغرية لانه بصراحة مكان ما يتفوتش مكان حلو جدا واسعاره كمان معقولة جدا آآ خلصنا بقى الفيديو هنطلع بقى من باوبت المتولي ونختم جولتنا آآ اشوفكم بقى في جولة جديدة ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو لو قول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة ومحتاجة منكم تفاعل شديد جدا عشان آآ القناة تعلى وبتعلى بيكم طبعا واشكركم جدا وباشكر كل اللي انضموا للقناة جداد وبحيي كل اللي كانوا معانا ومازالوا معانا ربنا يخليهم لي يا رب آآ الناس اللي بتديني دفعها وبتديني الكومنتات جميلة يا رب يخليكم لي يا رب اشوفكم بقى في جولة جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر